أستاذ محمد فايق حضرتك برضو وأنت وزير للإرشاد القومي أعتقد أضفت أشياء كثيرة جدا جدا من ضمنها على سبيل المثال أيضا شبكة المراسلين الأجانبين يعني ودول مهمين جدا يعني مازلنا نتحدث عن هذا الموضوع حتى الآن ده صحيح وكان أول مراسل للإزاعة أي كان في باريس باريس فرنس كمان والله يرحمه بقى السمان علي السمان علي السمان دكتور علي السمان البرامج التعليمية مثلا البرامج التعليمية برضو اللي كانت صاحبة الفكرة الحقيقة اللي نفستها بحماس شديب جدا كانت سميرة كلاني سميرة كلاني كانت كلها أسماء كبيرة الحقيقة طيب أداء الإعلام في هذه الفترة من خلال وزارة الإرشاد القومي هل فعلا كان إعلاما موجها لا يستوعب إلا صوت الواحد لا يعني ما كانش صوت واحد الحقيقة لأن كان الإعلام نفسه بيجيب بيعمل حوار يععم يشوف يعني لغاية الوقتي بيتزع المزجعة كانت ليلة رستو مسلا بيجيب بطاعة حسين وبيجيب بقى يعني أسماء متنوعة وبيحصل الحوار فيها وبيحصل يعني كان هناك هامش من الحرية في البلد بعد حرب سبعة وستين وانا جيت أنا أصلك قبل أنا ستة في سبتمبر ستة وستين ما كنتش كملت سنة يعني وبعدين بدأت بقى بعد سبعة وستين كان فعلا كان فيه في حرية فيه تنوع يعني مثلا فيه آآ ميجاة آآ الطالعة ده بطاق اليسار كله بيكتب فيها زي ما هو فيه الأخبار مثلا كانت أكثر لبرالية من يعني ما كان فيه يعني حركت قصد بعد حرب سبعة وستين ده اللي أنا الفترة اللي أنا كنت موجود فيها يمكن لأنه كان يعني كان فيه نوع من محاولة استيعاب الغضب من النكسة فيعني أباحنا الحديث لا وكان موضوع أساسي الحقيقة يعني أن هي تنوع الأفكار وتنوع كان الأخبار يعني مسيك الجرائد كانت مختلفة يعني تلاقي الجورنان ده مختلف عندها والآراء اللي فيه ده مختلفة فإذاً الأراء كانت بتجد مكان لها يعني اليسار بيلاقى يقدر تكلم اللي برال بيقدر يلاقى ممكن نقول إلى حد ما آه طبعا يعني فكرة حرية بس كان المارجن كبير قوي يعني صحيح بتقولي فيه حدود آه فيه حدود لكن كان المارجن كبير جدا يعني هو يمكن حنلاقي البعض هيختلف مع حضرتك في هذا التقييم بأنه حيز الحرية الرأي في هذه الفترة كان أيضاً محدوداً إلى حد ما طبعاً كان بعد سبعة وستين ده رجع وانفتاح وده اللي حصل صحيح عشان في أعلان استيعاب أثار النقس والتطور يعني كان فيه تطور في المزام